بعد لقائه برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في اسطنبول لعقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مؤتمرا صحفيا امس الخميس وقال فيه ان التطورات في العراق لا تبشر بخير فتصرفات رئيس الوزراء العراقي التي يسعى من خلالها الى التفرد والمركزية في الحكم تثير قلقا جديا لدى شركائه في الحكم من الشيعة والسيد البارزاني والقائمة العراقية لان التطورات في العراق لا تبشر بخير فتصرفات رئيس الوزراء التي يسعى من خلالها الانفراد والمركزية في الحكم تثير قلقا جديا لدى شركائه في الحكم من الشيعة والسيد البارزاني واللائحة العراقية بالاضافة الى باقي المكونات السياسية وهذا التصرف يؤثر سلبا على المسيرة السياسية تصريحات اردوغان لقت ردود افعال وقراءة سياسية متباينة فالقائمة العراقية اوضحت ان الموقف التركي الذي لا يختلف بعيدا في الرأي عن بعض الدول العربية تجاه المالكي تدعو الاخير الى ان يراجع سياسته مع شركائه في الحكم كي لا تبقى هذه الدول تتخذ مواقف سلبية من العراق عندما نسمع هذه المواقف من قبل تركيا وبعض الدول العربية نعتقد انه آل الاوان للسيد المالكي في ان يراجع سياساته ويراجع قضية الشراكة في ادارة الحكم في العراق حتى نستطيع ان نبلو الرؤية العراقية تعيد للعراق دور الرياضي والحضاري في المنطقة وان لا تبقى هذه الدول لديها هذه المواقف السلبية من العراق لانه هذه المواقف السلبية بكل تأكيد ستنعكس سلبا على الواقع العراقي نواب مستقلون عن ائتلاف الكتل الكردستانية رأوا من جنبهم ان تصريحات اردوغان بعد لقائه ببرزاني ستعقد الازمة الحالية وتزيد المشاكل على الوضع الكردي سيما بعد مناقشة البرزاني والهاشمي مسألة سحب الثقة عن المالكي نبحث سحب الثقة يعني هاي كلها تضيف مشاكل للوضع الكردي المعقد اصلا اللي صاير ويالحكومة هنا دولة القانون طبعا توجد مشاكل بدون شك مشاكل طائفية مشاكل قومية لكل موجود بس هاي الدول من تدخل عادة تدخلات السلبية يعني هي عندها مصالة اما نواب ائتلاف دولة القانون فاعربوا عن اسفهم لتصريحات اردوغان التي مست شأن الداخلية العراقية بحضور قيادة سياسية عراقية من الموسف انتظر تصريحات من رئيس الوزراء التركي بحضور قادة سياسية عراقية تتعلق بالأوضاع الداخلية للعراق وهذا ابسط توصيف لانه تدخل بشؤون العراقية بكل تأكيد ما يثير النعارات الطائفية والعرقية في العراق هو تدخل دول الجوار في شؤون الداخلية العراقية ويرى نواب كورد ان زيارة المرتقبة للمالكي الى ايران والتي تعد الاولى من نوعها بعد الانسحاب الامريكي الغرض منها دعم حكومة المالكي سيما بعد ان تعالت الاصوات في المحيط العربي والاقليمي المنتقدة لسياسته الداخلية بقولهم زياد نهاد الحرة بغداد اشتركوا في القناة